يوم نتكلم عن الموضوع لابد أن نرجع للتأصيل الشرعي في هذا الجانب القرآن جاءت الآيات تبين من الله عز وجل عندما قال أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وجاءت السنة مبينة طريقة السلام كيف الإنسان يسلم فالذي ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن الصحابة أن المجالس المتعارفون اللي دائما يشوفون بعضه دائما يسلم بيده كما نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذلك وبيّنه وفصله في إحدى الفتاوى اللي بيّنها في كتبه فالأصل في الشريعة أن الناس اللي يعرفون بعض أن السلام يكون سلام نظر إذا جينا للموضوع الصحي يعني صحيا الأطباء ينصحون اليوم أنه كثير من الناس اللي عندهم حساسية في أجسامهم عندهم أشياء معينة أجهزة المناعة ضعيفة سواء كانوا كبار أو صغار أو أي شيء أحيانا بعض الناس يلبسون قفازات إشارة أنه لا تسلم هو يلبس قفازة أساساً أو لا يلبس كمام يبين لك أنه ضعيف المناعة فتجي أنت إلا وتجي تسلم عليه ما تدري وش اللي ممكن من الفيروس أو الأشياء اللي تنتقل بهذا الجانب أما الأشخاص اللي بالعكس يعني هم الحمدلله صحة وطيبين ولهم فترة ما شافوا بعض بالعكس وردت أيضاً السنة أنه السلام لما يصافح الإنسان أخوه وتسقط الخطايا وتسقط الذنوب لكن هذه باشتراطات يعني الإنسان اللي ما يتقابلون اللي لهم فترة ما شافوا بعض لكن أنا داخل وبطلع من المجلس وأرجع مرة ثانية قم وقعد قم وقعد وأحب أقول الصحيح يعني قصة أنا وقفت على أحداثها يمكن لها أكثر من عشرين سنة ممتاز كنت في بريطانيا أدرس ذاك الوقت مبتعث وكنت أدرس فأول ما جيت ما كانت زوجتي وذاك الوقت ما عندي إلا واحدة من البنات الله يصلحها ويوفقها يا رب كنت رحت الوحدي فعادت أننا نسكم مع أسر أجنبية نتعلم اللغة وهو في البدايات فقلت أنا أتمنى أن يكون فيه رجل أسكم معه في البيت أفضل يعني فحصلت رجل يقال له كل هذا الرجل وكان كبير في السن في وقتها بالنسبة لي في ذلك الوقت يعني كانهم في الستينات وأنا كنت في العشرينات وقتها سكنت معه واتفقت على الأجرة وكل حاجة وكان معي يسكن شخص آخر هو بغرفة وأنا بغرفة وكل هذا بغرفة صاحب البيت جاء بعض الأخوة من الخليج وكانوا ذاك الوقت صغار سن ولا يعرفون البلد وأول مرة يصلون فأول ما قابلتهم قلت لهم أنتم توكم واصلين أبأخذكم عندنا بالبيت أضيفكم شوي يعني بسيطة فأدخلتم البيت وسويت لهم شيء من اللي يستحقون ومن القهوة أو الشاي أو النسكة فيها اللي بوقتها يعني وقدمته لهم بعد ما قدمت وحنا جاسين نتكلم في الصالة إلا دخل صاحب المنزل اللي هو كلن هذا الرجل الكبير الشاي أيوة فقاموا الشباب هم أربعة قاموا وكل واحد يسلم عليه ويسلم عليه بيده هو طبعا استغرب الموقف وطالع فيني وخرج سلم وطلع أي طلع شكرا لك بعد ما راح الموقف هذا ورحت أنا معاهم وأكملت المسيرة وتعشينا ورجعت بالليل وجدت كل مومة العادة بالعادة ينام هو مبكر وجدته جالس بالصالة فحييته وبطلع فوق الغرفتي فقال لي تعال أحتاج أتحدث معك قلت له تفضل استغربت ما هب العادة يتكلم معي ولا يقول لي شيء فجلست قال لي هل أنت راضي على ما صنات وما صنع زملائك فقل له وشي لي صنات ولا صنع زملائك قال أول حاجة أنت مستأجر لوحدك عندي ورحت جبت ناس ودخلتهم بدون إذني واستخدمت من الأشياء الموجودة في بيتي بدون إذني وانت شخص واحد المستأجر قلت شخص استخدمت قال استخدمت السكر والماء والأكواب والغسيل وكل هذه بأموال تدفع عجيب من اللي يدفع هذه الأموال؟ طبعا هذا من حقنا ما عندي مشكلة فيه بلتطيب يأكل قبل شوي وانتوا بتتكلمون عن الكرم والجود والحمد لله نتصف فيه والدين الإسلامي يحث عليه لكن كل مجتمع له ثقافته فقال لي هذا شيء قلت له هذا لا تشيلهم أنا رايح أجيب لك كل الأشياء وزيادة أجيب لك السكر أجيب لك النسكة فيه أجيب لك الصابون قلت وش أصابك؟ قال الصحي قال يوم كل واحد يقوم يسلم علي ويمد يده يبيني أسلم عليه ويهزون يدي أنا رجل قاربت السبعين من العمر ومتعب ومنهك أنا تدري بعد ما طلعت روحت آخذ جلسة مساجل يديني علشان التعب اللي جاهم كل واحد يهز يدي هم شباب واب العشرينات وعاداتي لخلات شوف عندنا من الهز اللي يجينا شفت كيف؟ شفت كيف يا أبو سعود فيقول لي ليش؟ وش السبب؟ متى العلاقة اللي بينوا بينهم اللي يسووا لي هالشي ذا؟ كان يكتفوا بس حيون تحيوا فقط قلت له هذي أنا مستعد أدفعها المساجل اللي أنت أخذته لديك أنا مستعد أدفعه فقصة دي صراحة حصلت لي شخصيا عن غضية السلام وأن الأشخاص اللي كيف نبالغ أحيانا أو فعلا لازم ننتبه لأنه فيه أشخاص ممكن تكون عنده العصاب بديه تعبانة أحيانا الشاب يبين قوة وعضلاته لا سيما لليوم ورحوا للجم وإلى آخره تقلقوا يضغط يدك بقوة ولا يعرف عنك ولا يعرف أشيء اللي موجود فيك فأنت تتحمل يبدو لي الأشياء اللي أنا ذكرتها يعني بالنسبة لي كافية وأترك المجال للآخرين بارك الله فيك يا دكتور أحمد بارك الله فيك يا دكتور أحمد